شايفة؟ دي بين اي؟ دي كده عقدة 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 الانفوية بصي هقولك الحي دي ظهرت عندي قريب اهي بين اي؟ عقدة مش عارق عقدة كده مكلكعي بحاول اوريالكوا وانا ما فيه شروع دي هي عقدة الانفوية عندين عقدة الانفرويةّ ده جهاز المناعة الاول في جسمينه هو اللي يعني زي حرص الحدود كده اللي بيتحفيظ على اي بلد فهو جهاز المناعة العقدة الانفوية هي جهاز المناعة الاول فلما يتضرب الجيش بتاعنا اللي هو حرص الحدود او خطة الدفاع الاول يبقى الجسم كده فيه مشكلة أنا مرنت بأسوأ سنة في حياتي شعري بعد ما كان رجع لونه الطبيعي بيض العظم عندي هنا دخل الفك عندي تغير شكله تغير حصلت حاجات كتير طبعا ما شرحتها الكوش كلها لكن صدقوني كل ده من الحالة نفسية أنا ماشي على سامة المتقطع بقالي ست سنين الدرابات القوية اللي أنا خدتها خلتني قوية أكتر بس أقول لكم على حاجة أنا ساعات بازهق من كوني قوية أنا أكلمك على غدد العقد اللي مفوقيها أكلمك بس عايزة أقول حاجة يعني أحذركوا من الصدمات النفسية لازم يبقى قوية لازم رغم إن أنا ساعات باجي أقول أنا مش زهقت يا جماعة من يوم ما اتولدت وأنا طفلة وأنا قوية يا نارسل إيه ده؟ طول الوقت بحارب كل الظروف اللي بتحصل معايا حاربت الفقر، حاربت الجهل، حاربت الناس اللي يعني ناس بحبهم جداً ولقيتهم هما بكرهوني بيدوروا لي على الغلطات اللي أنا ممكن أكون عملتها لأن شخصية حدية الشخصية الحدية أو البوردالاين مشكلتها في العلاقات مشكلتها في إنها بتعرفش تعمل العلاقات وتخاف من الفقدين فأنا فعلاً علاقاتي مش حلوة بس عامل ما تمنيت الشر الحد لكن الصدمات وراء بعدها من غير الرحمة وأنا قوية أكسم بالله قوية الصيام أنا ماشي على الصيام بس أنا عايزة أوصل لكم إن الحالة نفسية ممكن تجيب لنا أمراض يعني أنا أدي العقدة دي أنا عارفاها عقدة المفوئية ممكن تبقى حميدة ممكن تبقى خبيثة أنا بخافش على نفسي قوية مش عايزة أعيش في حرمان مطلق عشان أعيش كتير مثلاً يعني الله علم الأعمار بيد الله أنا كلامي عشوائية مش مترتب ومعرفش أنا هنشر الفيديو دو ولا لقى صراحة بس عايزة نصحك بحاجة اللي قال أنا يا جماعة على نفسه وعايز عنده أي مشاكل صحية وعنده أمراض وعايز ويقادر على عنده قوت تحمل ويقدر يتحمل إن هو ما يشوف حاجة ما يريقه ما يجريش عليها ويروح كلها يعمل سيوم متقطع باليومين والثلاثة في ناس بتقول اللي بيعمل سيوم متقطع باليومين والثلاثة بيلقبة الهرمونية لأ احنا نعمل بالتدريج عشان نخضع جسمنا وده أنا شرحها على القناة لأن فعلا الجسم بيرفض ده فبتبدأ الهرمونية يحصل فيها لغبطة بس كده بعد كده كل حاجة بتزجد انت عندك هشوف برضو في حد بيقول لي ريق ناشف دايما أنا فعلا ريق دايما بيبقى ناشف خصوصا في الصيفة يعني أنا بشرب ماء كتير في الصيفة لو سوحت إيه نظام الأكل الأورام اللي فيها نظام العكل اللي لازم أكلك يبقى فيه زينك اللي بيشاقر الجهاز اللي مفاوي زينك طب هتقول ليه هاخد مكمل غزاء زينك هينقص عندك النحاس هتأخذ النحاس ممكن يحصل لك تسمم لأن جرعات النحاس بالذات مش عارفوش يزبطوها لك محدش بيعارف يزبط الجسم يأخذ منها قليل قوي فأنا أحسن حاجة إيه أقوم معدتي وأكل فيه زينك والنحاس موجود فيك أكل كتير زينك والنحاس فيه نباتي وحيواني تتعرضي للشمس تأخذي نفس عميك كتير تقومي تقومي اللي بيدايقوكي وبيزعلوكي وما تدايقش انت كمان حد ولا تزعلي حد لأن أنا واحدة من الناس رخمة يعني أنا عارفة أن أنا رخمة وغلصة واردودي مش حلوة بس اتصدمت إن لما عرفت كنت فاكرة نفسي دمي خفيفت لأن أنا خفت الدم دي بداري واريها شر لجواي ممكن أكون شريرة لا محدش بيقول على عيوبه بس أنا بحاول دايما نواجه نفسي بعيوبه فاللي عايز يعيش حياة صحية يأكل واجبة واحدة في اليوم ويتعرض للشمس الواجبة دي تبقى بروتين دهون صحية خضروات بس مش كيتو مليش جعب الكيتو الكيتو بوازي بكبت الكيتو انتوش هتعرفوا تثبتوه الكيتو ده تعمل مرض السرع عند الأطفال ده اللي قالوا لي حيزم زمان ده مش نظام حياة ده ممكن سبعين في المية دهون خمساشر في المية خضروات خمساشر في المية بروتين هتعرف تثبتوها متعرف تثبتو السعرات اللي هي وهمية محدش بيعرف ليه يثبت السعرات يا جماعة فانا احسر حاجة ليا الجسم ينظف نفسه من هو مفوش اكل اصوم واكل اكل مفوش يعني يرفع للانسولين لان طول ما الانسولين مش بالشرط اللي عندهم سكر كلنا عندنا انسولين طول ما الانسولين معقول مش مرتفع جسمنا بيبقى فضل حالاته يعني ممكن اكل بروتين وخضروات واكل روز برضو ده مش هقولك ده لوكارب انا مليش دعوة باي نظام غزائي غير ان انا جوع جسم شوية فاهماني؟ يعني ولا لوكارب ولا كيتو ولا مش عارف لوكارب دخلتنا شوية على الكيتو يعني كله كلام وترندات وحاجات بلها النفسية اهم حاجة نقاتل كل يوم كل يوم والله انا كل يوم الصبح بقوم اقول الحمدلله يوم جديد برزق جديد بقاوم ارتفاع الكورتزول احنا بنصحب انهم الكورتزول بيبقى عالي من الاحلام اللي بنحلمها وخصوصا الناس اللي عندهم امراض نفسية زي الاحلام بتتعبهم نفسية بيوم الصبح الاحلام بس لازم نقوم والله هي دي الدنيا بقا اللي عايز يعيش فيها كده يعيش واللي مش عايز هو حر وانا عن تجربة صيام المتقطع فرق معايا كتير فرق معايا كتير والله هي معرفش دي ولا هكشف ولا هعمل اي حاجة همشي على نفس النظام اللي انا مشيها لو في اي تطورات لقيتها زهرت في مكان تاني عقدة تاني مثلا او كده او جالي هرش طبعا لما بيبقى فيه عقد لمفاوية وفيه هرش كتير هرش هرش يعني بده نغرش لغاية ما نتعور كده ده كده ممكن يبقى دي اورام مش حلوة يعني او كل الابحاث اللي ارهالي حازم كلها اللي هي معمولة بتخدم الانسانية من علماء بيخدموا الانسانية مش عايزين يبيعهم مكملات او ادوية بتقول ان الجوع هو اكتر حاجة بتخلي الجسم بصح حتى لما جاكل مش بعش لدرجة التخمة ده ربنا خلقنا لما بناكل كتير بنقرف من الاكل يعني ربنا خلقنا خلق لنا جسم تكفل بيه من كل النواحي حبيبتي انتي الان اعملي روحي على قناة اليوتيوب جمالك ساحتك من الطبيعة انا شرح السيام المتقطع بالتدريج ازاي تمشي فيه واحدة واحدة لغاية عشان جسمك ما يحربش ده وعلى فكرة عايز اقولكو حاجة التدريج ده مهمة اوي مهمة اوي لان انت بتخدع جسمك واي حد يقول ان انا اصوم خمس ايام او اسبوع اشرب مية بس انا جربت خمس ايام مية بس خست تلطبيج جرام لان الجسم هنا بيعتقد انه دخل مجاعة فاحنا لو عايزين نخص لازم نخدع جسمنا نزود ونقليل عدد ساعة السيام لو احنا وزننا انا وزني ستة واربين كيلو اه تعملي السيام وتقطع بالتدريج وتوصلي الغاية مثلا تمنتاشر ساعة وعشرين ساعة وتسمى باتي بقى عليهم وكل شهر مثلا تسملك يومين ثلاثة لو عندك مرض عضل يعني لكن تسابات مع عدد السيام ده بيمنح حرق الدهون وبالنسبة للناس مش عايزة تخس تغيير عدد ساعة السيام يخلينا نخس اسرع وده برضو نشرحاتك انا وان شاء الله ربنا يشفيكي وعافيكي وانا وحظي دي تلعة حميدة او خبيثة مش فريق معايا حاجة خالص بس شكرا 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 شكرا